والنهاردة أول رد فعل رسمي ممكن تقول عليه في أعقاب تصريحات الكابتر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بخصوص مستقبل علي معلول مع النادي الأهلي وكان رد الفعل مش من معلول نفسه بل من زوجته التي ختمت الرسالة بنا أسفى عمري ما تكلمت في الشأن الكروي لكن كان لازم أعلن هذه الرسالة هي رسالة دعم إلى زوجها أسطورة الأهلي علي معلول وفي نفس الوقت بتوضح بعض الأمور اللي قد توضح كيف يشعر علي معلول حاليا بعد هذه التصريحات وهو مصاب قالت زوجته واسمها مريم أغلب وقارب اللي في مجال خدمتك اللي هو شغلك بيشككه فيك وفي إمكانياتك وعزمتك وقدرتك للعودة وأحسن من الأول أيضا هذا مما لا شك فيه لأنه ليست مجرد إصابة تعرضت لها وتعرض لها أكثر من أكبر اللاعبين ورجعوا للملاعب وكأن شيئا لم يكن لكن جات معك أنت وابتدى كل حد يفتي ويتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة حبيت نقول لك أنه أنا متأكدة من رجوعك القوي مثل الأول وأحسن لأنك عندك عزيمة وقاعد تخدم وطول عمرك كنت مجتهد ومثالي في مجالك وخارج مجالك لأنه ضميرك تجاه الكرة بتاعك كان أكبر همك وما زال وهم حاجة أنه ربي شاهد على اجتهادك وعدم تأثيرك فمستحيل أنه تكون النهاية مثل ما قاعد يتقال في حقك ربي ما يسيبش حد يتظلم وهو في قمة إخلاصه قوته وعزمته وقدرته رسالتي ليك أنه حتى لو غبت عن الملاعب لفترة اعتبارها استراحة محارب وتأكد أنك سترجع بنفس السلطة وحتى لو انتهى النصيب من مكان أكيد ربي كاتب ليك حاجة أحسن في مكان تاني لأنه الكرة نهايتها عند علي معلول ما زالت بعيدة من اليوم اللي عرفتك فيه عرفت أنك إنسان يتنفس كرة فاعتزالك مش بيكون مش باش يكون غير بعد ثلاث أو أربع سنوات كيما كنت حاسبتها من قبل وبإذن الله ربي مش بش يخيبني ويخيب ثقتي وثقة عيلتك والناس اللي تعرف إمتك ما زلت مكمل وتفرحنا ببطولاتك وإنجازاتك كيما وعتنا وإنت عمرك ما خيبتني وفرحتي لما تكمل تكمل وعدك ليا باللي نشوفك دايما الفوق وما تهزك ريح ولا كلام ولا مجرد إصابة أعلنوا بها نهاية تاريخ بالنسبة لي أنت أسطورتي فخري ما زلت بش نتباهى بيه ما زلت أنا مش بعتش إنجازات وبطولات وإنت عمرك ما رفضت لي حاجة وهذه أهم حاجة ممكن تقدمها لتو حلوة حتة رومانسية جميلة من زوجة داعمة لأسطورة كلنا بنحبها الحمد لله هذه الفترة بيّنت الحقيقي من المزيف هذا كان اختبار من عند الله ليك ولصبرك وأيضا الاكتشاف معادن البعض شكرا للمساندين وشكرا أكبر للمجاملين أو مرة اتدخل في الكرة أسفل عدم استئذانك قبل التنزيل لكن مضطرة للتوضيح طيب الطيب التصريحات دي طبعا بتوضح عدة أمور أولا بتقول لك أن علي معلول لا ينوي الاعتزال بنهاية مشواره مع الأهلي إن انتهى إنه اللاعب عايز يكمل ثلاثة أو أربع سنوات أخرى حتى إن ما كانش مع النادي الأهلي بتوضح لك إنه اللاعب علي معلول رغم إن زوجته ختمت الرسالة بإنه ما كانتش مستأذناء قبل ما تنزل هذه الرسالة لكن بتوضح لك نفس اللي كنا بنقوله إن اللاعب غير سعيد بهذه القرارات أو بالإعلان وإن اللاعب أمنيته الأولى هو أن يستمر في النادي الأهلي لكن الكابتن أحمد شبير الإعلامي في قناة النادي الأهلي كان أعلم من شوية إنه تصريحات قد تكون فهمت غلط ولكن الواقع إنه ما قاله الكابتن محمد رمضان هو كان واضحا ولإنه علي معلول كمان عنده نفس الجانب من القصة في هذا الإطار وأضيف لحضراتكم إضافة مهمة جدا علي معلول أول حاجة مزعلة هو إنه ذكرت كلمة الاعتزال إنه طرحت فكرة الاعتزال لأنه شايف إنه أنا ما انتهتش حياتي والإصابة بوتر أكيلس مع لاعب ملتزم جدا في الملعب والحد آخر يوم قبل الإصابة وفي التدريبات حتى لما رجع هي لا تمثل شيئا يشير إلى الاعتزال فده اللي مزعله جدا وده اللي بتقوله زوجته في الرسالة الخاصة بأنه علشان إصابة انتهى تاريخك دي أول حاجة مزعلة علي معلول رقم اتنين اللي مزعلة علي معلول لم يتسنى لنا التأكد منها أو هقول لكم اللي متأكدين منه ونروح للنقطة التالتة اللي هي ممكن تكون مفاجأة لكنها لسه مش أكيدة بنسبة 100% أول حاجة إن اللاعب طبعا غير مقيد محليا فحتى لما يرجع يوم 20 نوفمبر إن شاء الله بحسب التاريخ ده اللي قاله الكابتن محمد نمضان مبارح مش هينفع يلعب لحد يناير هو كده كده مش مقيد محليا لحد يناير هو لو مقيد فهو على قائمة الانتظار وبالتالي في يناير إذا قرر الأهلي قيدة ساعتها يبقى مسموح له إنه يلعب في يناير وإذا لم يقرر الأهلي قيدة ساعتها يبقى اللاعب فريق وساعتها يمشي النقطة بقى التالتة في هذا الإطار هو إنه اللاعب أساسا ليس متأكدا من إن عقده مع الأهلي اللي تعامل لمدة سنة تم توثيقه في اتحاد الكرة واللعب حاليا بيعمل على التأكد من هذه المعلومة معنى كده إيه؟ معنى كده إنه لو العقد مش مقيد مش موثق معناها إن اللاعب أساسا دلوقتي فري مش في يناير إذا لم يقيد لأنه ساعتها مش هيكون أساسا في قائمة الانتظار إيه سبب الجدل اللي حاصل ده؟ إن اللاعب من أيام كان قد اشتكى من فكرة إنه لما جي المرتب نزل منزلهش مرتب وبالتالي اتقاله هنرجع للكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي ونفهم ليه ما نزل لكش المرتب وبالتالي التفسير الأول هو إن عدم نزول المرتب معناها إن اللاعب مش مقيد بسبب إنه ما فيش مسوغ قانوني ليحصل على مرتب لكن ده بيتنافى مع اللي قاله الكابتن محمد رمضان وده السبب وراء إن في جلسة قد تحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا بعد مباراة العين الإماراتي عن مباراة العين الإماراتي